موجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027 بعد موافقة مجلس المحافظين وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن اختيار مصر لتنظيم هذه الفاعلية المهمة يرجع إلى الدور الاستراتيجي الذي تمثله في البنك لأسيما وأن مصر كانت واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم استقبل المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي رئيس لجنة الصناعة العسكرية التابعة لوزارة صناعة التكنولوجيا الفائقة لجمهورية أرمينيا لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وأوضح وزير الإنتاج الحربي أن استراتيجية العمل بالوزارة تعتمد على الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة في مجالات مماثلة وذلك بهدف التعرف على أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والعمل على توطينها داخل الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي أعلنت وزارة الكهرباء وطاقة النووية لانتهاء من تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى بمشروع المحطة النووية بالضبعة من قبل المختصين والخبراء وذلك في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية وأوضحت الوزارة في بيانها أن وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل يعد أحد أهم العناصر الهندسية المميزة للوحدات النووية التي يتم إنشاؤها في موقع الضبعة والذي يعمل على ضمان تحقيق الأمان النووي المنشود التقى وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدا من مدينة تيانجن الصينية وذلك لمناقشة سبل التعاون الاقتصادي وتعزيز تبادل الخبرات بين ميناء السخنة والتيانجن تضمن اللقاء مناقشة سبل بناء موانئ خضراء ومنخفضة الكربون حديثة وذكية بالإضافة إلى استكمال النجاحات التي تحققها الشراكة الاستراتيجية بين اقتصادية قناة السويس والمطور الصناعي تيدا الذي يعد الذراع الاستثماري لمدينة تيانجن الصينية